هناك خطة واحدة ستنتصر خطة الشعب الفلسطيني لتأسيس الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس شاء من شاء وعبا من عبا واللي مش عاجبه يجري جرام من بحر غزة قبل تسعة وعشرين عاما قبلة وصل على حدود غزة كانت بمثابة اعلان العودة لثر الوطن بعد غياب قصري عاد ياسر عرفات في الطالع من يوليو عام 1994 بمشاهد عالقة بالذاكرة متوترة عبر الأجيال في استقبال مهيب وسط مدينة غزة هذه العودة وجأت بعد اتفاق أسلو التي تضمن تفاهمات بين حكومة الاحتلال ومنظمة التحرير الوطني الفلسطيني في سبتمبر عام 1993 بمظلة دولية وبعد أيام من وصوله غادر غزة باتجاه آريحة وبدأ من هناك أول مراسم إنشاء السلطة ليؤدي والحكومة الأولى اليمين الدستورية وقوامها 12 وزيرا ليبدأ عرفات من مقره في المنتدى غرب مدينة غزة معركة بناء مؤسسات السلطة الوطنية وفق التفاهمات بدءا بمجلس السلطة أو الجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية والمجلس التشريعي وصولا للقضاء الفلسطيني وبعد ترسيخ قواعد السلطة والسيادتها بمؤسساتها وكوادرها العاملة أجرى ياسر عرفات بفوضة طويلة وشاقة من أجل انتزاع قرار إنشاء مطار وتمت إقامته بالفعل وافتتاحه عام ثمانية وتسعين على أرض رفح جنوب قطع غزة وأدارت المطار سلطة الطيران المدني الفلسطيني واستمر بالعمل حتى ديسمبر عام الفين وواحد ولكن دمره الاحتلال بشكل مريب وفادح بعد عام من انتفاضة الأقصى كان الرحل ياسر عرفات بعودته آنذاك مدركا لما يريد تجزيده على الأرض حفظ على القرار الوطني المستقل لينهي حياته شهيدا في الحادي عشر من نوفمبر عام الفين وأربعة بعد محاصرته بمقر المقاطعة في رامل رحل ياسر عرفات وأبقى على نهج ثوري صلب تمسكت به السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس إنه يوم عز وفخر وكرامة وطنية نهديه لمواكب الشهداء والأسرة والجرحة الذين ساقطوا وهم يحاولون رفع هذا العالم اسلام الزعنون تلفزيون فلسطين